السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيك يا شباب عمليلين نهاردة معاكم لسوسة أحمد ماهر نجم مدرس اللغات الأجنبية الحديثة للغة الفرنسية واللغة الإنجليزية إن شاء الله في الفيديو ده هنشرح درس مهم جدا لصف الثالث السنوي العام والصف الثالث السنوي الفني التجاري للغة الفرنسية يعني الوحدة الأولى والدرس الأول في الدرس الأول هنشرح حاجة مهمة جدا وهي بعض الألعاب الرياضية والأفعال التي تأتي مع تلك الألعاب يعني هناخد بعض الأفعال اللي بتيجي مع الألعاب الرياضية وهناخد القواعد بتاعتها تمام؟ يلا بينا نبدأ أول حاجة خالص نستعرض أول الألعاب الرياضية بالنسبة للوحدة والدرس الأول ده أول كلمة عندنا أو أول رياضة عندنا اللي هي كرة القدم ولي طبعا مشهورة جدا هناخدها اسمها إيه بقى؟ اسمها دو فوتبول طبعا أنا نعرض لكم الألعاب الرياضية بأدوات التجزاة تمام مفيش مشكلة أي لعبة بتختار إما أدوات تجزاة بقى أدوات تعريف مضغمة إما أدوات معرفة بسيطة عادية خالص حنيف عرف الكلام ده كل الرياضة إيمتى نختارها على حسب الفعل بتاعها ولكن نستعرض معاكم بعض الألعاب ممكن أذكر لكم بعض الملحوظات عليها بعد كده بس أركز معي فيها دلوقتي أولا كرة القدم اسمها دو فوتبول الملاكمة دو البوكس دو بسكتبول دو لناتسيون دو فيليبول دو لليت دو تنس دو سيكليزم دو ping pong دو كارت نستارد بعض الألعاب الأخرا دو لاتليسيزم تاني كده في بعض النطط اللي أنا نستخلط مرة تانية دو لاتليتيزم دو لاتليتيزم دو لاتليتيزم دو السكريم دو لسكريم لسكريم دو جو دو دو جو دو دو غالف دو غالف دو لفوال دو لفوال دو لفوال دو جو gинг دو جو gинг دو بتناج دو باتناج دو باتناج دو يوغا دو ربج دو ربج دو vilو دو vilو دو لجيمنستيك دولا جيمني ستيك دولا جيمني ستيك اللي هو الجنباس طبعا دولا باكس مرة تانية هناخد دلوقتي بعض المنحوزات على الأفعال اللي بتيجي مع الألعاب الرياضية وركزوا معايا فيها شباب أول حاجة خالص بيقول لي يختلف استخدام الألعاب الرياضية باختلاف الفعلة اللي الذي يسبقها يعني يهي الكلام ده يعني فيه بعض الأفعال بتدخل على الألعاب الرياضية تختلف شكل الأداة اللي بتيجي معه اللعب الرياضية دي بناء على الفعل السابق لها يعني مع فعل بوريث ري اللي هو يفضل وفعل براتيك كي اللي هو يمارس وفعلي det stay اللي هو بمعنى يقرأ ودوري بمعنى يعشق قال لي لو الألعاب الرياضية جت مع الخمس أفعال دول اللعب الرياضية دي أو الرياضة دي لازم أن تاخد أداة معرفة لازم أن تاخد إيه أداة معرفة اللي هي إيه بقى اللي احنا بنسميها لو لا إلا بسطرف وطبعا ليه لو كان فيه رياضة جام طيب ناخد بعض الأمثلة قال لي أول مثال بيقول لي جيم لو فوتبول يبقى أنا اخترت جيم لأن طبعا لازم أن تكونوا عارفين تصريفة الأفعال وأنا إن شاء الله هنزل فيديوهات لإزاي تصرف الأفعال دي واجب لك حاجات مهمة جدا تحفظها بسهولة لأن 3-4 الأفعال بل 99% من الأفعال بتوعات الدولوجة فرنسية أفعال شازة فبيقول لي مع فعل نفس الكلام بحط أداة معرفة فأنا هنا قلت الجيم لو فوتبول فحطت أداة معرفة اللي هي لو مثال تاني بيقول لي هنا معناها صديقي بيفضل رياضة البوكس طيب ده من ضمن الخمس أفعال اللي بتاخد أداة معرفة طيب ناخد مثال تاني بيقول لي أنا أمارس التنس نفس الكلام طالما بغاتيك إبا لازم أن أحط له قبل اللعبة الرياضية اللي ملحوظة مهمة جدا يجب عليك أن تكون على درائب الألعاب المذكرة والمؤنسة طبعا وده مهمة جدا لأن أدوات المعرفة فينها المفرد المذكر ومنها المفرد المؤنس ومنها المفرد المذكر المؤنس مبدو بحرف متحرك أو أشي صامتة ومنها الجمع نفس الكلام ناخد تاني جزئية وده مهمة جدا اللي برضو مع الألعاب الرياضية ممكن يأتي فعل مين؟ فعل جوي اللي هو بمعنى يلعب فتاخذ حرف الجر اللي هي أصب بها الألعاب ومشتقاته يعني إيه مشتقاته؟ يعني بمعنى صح أداة المعرفة بتيجي بس يكون قبلها حرف إيه؟ حرف جر فحرف الجر لو دخل عادة المعرفة له بيبقى أو طب حرف الجر ودخل عادة المعرفة لا بيبقى لا طب حرف الجر لو دخل على إلا بستروف بيبقى آي إلا بستروف طب لو دخل على اللي بيفضل زي ما هو قال لي لأ يا استاذ بيتحول لحاجة اسمها دي هناخدها بعد كده ودي مهمة جدا دي يا جماعة بتتحول لحاجة اسمها او تمام دي بتتحول لحاجة اسمها اي او ودي غلطة معلش في الفيديو فتاخذ حرف الجر ايه او اللي هي او اكس تمام كده لها بالانجليش اي او اكس تمام دي بتتحول يا شباب طيب والمقصود طبعا بحروف الجر اللي هي او مشتقاته هي ادوات المعرفة لايه المدغمة تمام وهنشرحها ان شاء الله في المحددات بتاعت الاسماء في الفيديوهات لاحقة ناخد مثال اول مثال عندي بيقول لي جي جي او فتبول يعني هنا انا العب كورت القدم نفس الكلام هنا طرم فعل جي وي اللي هو جي حطيت له ادات تعريف مدغمة اللي هي او اللي هي او تمام نيجي على رانيا جي او الانتاسيون رانيا تلعب سباحة نفس الكلام بالضبط جبت الفعل جي وبعد كده اه لا ادات معرفة مدغمة وهكذا مثال تاني حنقول هم بيلعبوا نفس الكلام بالضبط مع الرياضة دي والفعل ده طبعا ده مفرد مذكر فحطت لها او اللي هي مفرد ايه مفرد مذكر مثال اخر بيقول لي جي جي او جولف يعني انا امارس او العب الجولف طالما في جي والرياضة دي مذكر فانما فضحوا طلها او نفس الكلام بالضبط طيب هناخد ده الحالة التالتة من دي الافعال دي ومعايا فعل اسمه فير قال لي اما مع فعل فيغ فتاخذ حرف الجر دي ومشتقاطي نفس الكلام حرف الجر دي لو دخل على قدات المعرفة بيتحول اللو بتتحول لدو واللا بتتحول لدو لا واللا بسترف بتتحول لدو الا بسترف والدو لو دخلت على الدي بتتحول لدي زي ما هي بس هناخد بعد كده ان في بعض الرياضات مش جمع وهكذا ناخد مثال والمقصود بحرف الجر ده مهم جدا ومشتقاطي هي ادوات التجزيع زي ما نقولت قبل كده ناخد مثال بيقول لي ايه بيقول لي جوفي دو فوتبول او جوفي دولاليوت يعني انا هنا العب مين او افعل او امارس كرة القدم نفس الكلام بالضبط كرة القدم من اخر الديو لان الفعل اخذ مين لان الفعل معاه فيغ فزي ما نقولت قبل كده العلاقة ملهاش علاقة المحددات اللي هي ادوات المعرفة وادوات التجزيع وادوات المعرفة المضغمة ملهاش علاقة بالرياضة ولكن لها علاقة بلايه بالفعل فكل فعل مع الرياضة بياخد شيء معين من المحددات ففعل فير زي ما نقولت قبل كده او زي ما نقولت دلوقتي بياخد مين بياخد ادوات تجزيع مضغمة تمام اللي هي دو طيب نفس الكلام مع الوليد لان هي مفرد مؤنس فتاخد دولاء طيب نيجأ على المسال الاخير بيقول لي با بيقول لي نوفيزان دولاكويتاسيون خدت دي الى بصرف لان هي السباحة بدأ بحرف ايه بدأ بحرف متحرك وهكذا طيب ناخد بعض الحاجات المهمة جدا هناك بعض القواعد الهمة التي يجب ان ننتبه لها مع افعال الرياضة طبعا في كل فعل او مجموعة من الافعال في مجموعة بتاخد ادات معرفة في مجموعة بتاخد ادات تجزيع في مجموعة بتاخد ادوات تعريف مضغمة وزي ما نقولت بكده هناخد اول ملحوظة بالنسبة لخمس افعال اللي نقولت عليهم قال لي لا تتأثر ادوات المعرفة مع الالعاب الرياضية في حالة النفي مع فعلي مع الافعال يحب بمعنى يعشق بمعنى يمارس بمعنى يفضل معنى يقره يبقى اي نفي مع الافعال دي ما بتتأثرش ادوات المعرفة بتبقى زي ما هي زي مثال جيم لو فوتبول طبعا حخرت لو نجي نشوفها تغيرت انا لا ما تغيرتش فهقول جينيم با لو فوتبول انا لا احب كورة القدم طيب هناخد بعد كده قال لي رقم اتنين لا تتأثر ادوات المعرفة المضغمة نفس الكلام اللي انا قلت عليها اللي هي او الا اي الا بصطرف مع فعل جوي فحلت النفي تعالى نشوفي المثال بيقول لي جي جي او فوتبول انا امارس او العب كورة القدم تعالى نشوفي الاولي اتغيرت ولا لا افعلت النفي قال لي لا ما اتغيرتش فحقول جي جي با او فوتبول وهكذا الملحوظة الثالثة بيقول لي تتحول ادوات التجزئة مع فعل فاغ مع الالعاب الرياضية الى دي ودي اباستروف يعني لو انا عندي نفي مع فعل فاغ بحول ادوات التجزئة اللي هي الدي ودي اباستروف الفاغ و دي للا الى الدي ودي اباستروف تمام تعال نشوف مثال بيقول لي جوفي دي فوتبول دولالورت نفس الكلام هنا في حالة النفي جوفي فقال لي دي وقال لي هنا دي لاخ طب تعال نشوفي المسال الاخير في حالة النفي قال لي جونفي بذا دي تحولت الدي الى دي تمام كده وتحولت الدولا الى مين الى دي نفس الكلام بالضبط لا بنفرقش ما بين مزكر ومؤنس في حالة النفي مع فعل فاغ طيب بيقول للاحظ الجدول التالي لتوضيح طبعا الجدول ده الفرق يعني فعليه فيغ وجويه مع العلات الموسيقية وده مهم جدا قال لي مع فعل جويه في البداية خالص لو جيه معاه لعبة موسيقية قال لي لتتأثر بالنفي لأنها حروف ايه جر وفي ملحوظة مهمة جدا قال لي فعل جويه مع العلات الموسيقية بتأخذ العلات تجزائه على فكرة هي مش علات تجزائه هي حروف جر اللي أنا أقصد بيها اللي هي الدو والدولا والدو اللي بصدرو فأفعال جمل الجمل الممارسة بالنسبة أو جمل اللعبة بالنسبة للعب الموسيقية بمعنى يعزف يعني 있다고 بمعنى يعزف وأدوات التجزائه بتيبقى حروف جر فذلك ما بتتأثرش بالنفي أما فعل فيغ هي أدوات تجزائه فرتأثر بالنفي مع الألعاب وتتأثر بالنفي مع العلات الموسيقية تابعي الأمثلة طيب بيقول لي إيه بأه بيقول لي اختبر نفسك على الأمثلة دي بيقول لي أول مثال بيقول لي يعني اختر المجموعة الصحيحة بيقول لي طبعا دي أو دا بيمارس مين بيمارس السباحة بيمارس السباحة فحقول له إيه بقى طبعا دا بياخد ضمير إيل إيل الإيه المذكر فحناخد مين فحناخد في نفس الكلام مع تصريف الإيه مع تصريف الفاعل طيب الجملة الثانية بيقول لي إيل بغتيك نوعات فوتبول هو يمارس كرت القدم طب بغتيك دول من الأفعال أنهي اللي بتاخد أداة معرفة ولا بتاخد تجزئة ولا بتاخد معرفة مضغمة شطار بتاخد أدوات معرفة فحناخد لو طيب المثال الثالث بيقول لي جي جي نوعات جولف أنا ألعب الجولف طب الجي دا بياخد مين بياخد أدوات تجزئة ولا بياخد حرف جر فقط ولا بياخد أداة تعريف مضغمة اللي يأو تمام بياخد حرف جر لا بياخد آخر واحدة طبعا اللي هي أدوات تعريف مضغمة رقم أربعة بيقول لي جي نوفي با طبعا في حالة النافي قلنا لسه إلنها من شوية قلنا في حالة النافي مع فعل فيغ مع الألعاب الموسيقية أو مع الألعاب الرياضية بتاخد مين بتاخد الدو أو الدو أبا الصرف طب الدو لو فيه عرف ساكن طبعا حرف ساكن يبقى ياخد الدو على طول رقم خمسة بيقول لي السي نوعات معتش دو فوتبول معتش طبعا دي كلمة عادية خالص ما فيهاش مشكلة خالص فدي إشارة فحنستخدم فيها أداة النكرة وهكذا نخش على المثلة اللي بعد كده بيقول لي جي جي توليس نفس الكلام فعل جي بياخد مين هل بياخد حرف الجر أو ما بياخدش حرف الجر خالص فبياخد أدتك زي لا بياخدش أدتك زي ولا بياخد أدتك زي ولا بياخد أدتك زي طب بياخد أدتك تعريف مضغمة اللي هي أو تمام رقم اتنين بيقول لي نوفيزو نوعات إكويتاسيون طبعا ده أي برق بمتحرك فناختار دي ولا دولا ولا دولا بيصرف أوتوماتيك دولا بيصرف تمام رقم ثلاثة إليم نوعات باسكتبول هو بيحب كرة الباسكت فهل إيم بياخد أدتك تعريف ولا أدتك زي طبعا هتاخد أدتك تعريف اللي هي لو فوجوي نوعات فوتبول يعني أنتم تلعبون تمام نفس الكلام بالظبط فهنا فعل يعني بمعنى يلعب فبياخد أدتك تعريف مضغمة ولا أدتك زي ولا أدتك تعريف بسيطة تمام بياخد أدتك تعريف مضغمة هتبقوا يعني يعني أنا أمارس السباحة نفس الكلام بالظبط فهناتاسيون بتاخد أي أن كان بتاخد كل ده ولكن بقى كلمة ناتاسيون جاية مع فعل بغتيك طيب بغتيك بياخد أدات تجزئة ولا أدات تعريف مضغمة ولا أدات تعريف بسيطة أدات تعريف بسيطة اللي هي لا حننتقل لجملة تانية مهمة جدا حاول بقدر الإمكان حاول بقدر الإمكان تحلي بالراحة وراية كده حبطالك بقدر الإمكان للفيديو بحيث أنا حللهم لك بس حاول بقدر الإمكان تراجع مرة واتنين وتلاتة وتقرأ كويس وتختار بيقول لك كومبيلت أفيك لو لا إلا بسطرف أو ألا دو دو لا دو إلا بسطرف يعني أنا جميع لك ما بين أدوات التعريف وأدوات التعريف المضغمة وأدوات التكزاه وقيب لك بعض الأمثلة ويريد تحلهم كويس تمام وبكده يبقى احنا خلصنا بعض القواعد الخاصة بالجزء ده وحناخد جزء اللغويات اللي هي السؤال صديقك الفرنسي عن أي لعبة يمارسها تعالوا نقرأ بعض الأمثلة ودي مهمة جداً بيجي لك في بيجي لك في حاجة اسمها اللي هي المواقف طبعاً والسؤال المواقف بيقول لك يعني ماذا يمكنك أن تقول في مثل هذه المواقف فبيجيب لك مواقف ده وبيقول لك مثلاً إيه إسأل صديقك الفرنسي عن أي لعبة تمارس فأنا جايب لك بعض الطرق الخاصة بالسؤال عن الرياضة التي تمارسها والتي تفضلها والتي تلعبها وهكذا أول سؤال بيقول لي أبسط من المثال ممكن أقول له وساعتها حجاوب بأداد تعريف أو ممكن أقول لك وساعتها حجاوب بأداد تكزاها اللي جابة حقول وممكن أقول مثال ثاني بيقول لي يعني ما الرياضة التي أنت بتفضلها حقول له مثال ثاني بيقول لي كلي تون سبور بريفير كلي تون سبور بريفير يعني ما الرياضة ما رياضة المفضلة حقول له أنا بريفير أنا أفضل كورت القدم واحد ثاني بيقول ما الرياضة التي تحبها ما رياضة التي تقوم بممارستها سأقول لي جو فيدو فوتبول أنا أمارس كورت القدم واحد ثاني بيقول كلي تون سبور امي بريفير يعني ما الرياضة التي تحبها أو بتفضلها سأقول له مواجب تمام ياريت تكونوا اتفاتهم في الفيديو ده وياريت بقدر الإمكان تكرروا الفيديو مرة واثنين وتلاتة وما تنسوش طبعا اشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو تابعوني على اسم القناة طبعا جايبه اسم القناة جايبه قدامكم دلوقتي وحاولوا بقدر الإمكان تمرون نفسيكم على القواعد من خلال الفيديوهات اللي أنا بنزله لكم ولو في أي استفسار ياريت تكتب كومنت تحت أو تكتب كومنتات تحت أو أي تعليق أي مشكلة أنا تحتامرك في أي مشكلة وياريت تشترك في القناة وما تنساش اللايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة